موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صاد الأقلام حيث نستعرض فيه لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية تابعونا بعد الفاصل قصير موسيقى أينما الحق لجلج في العراق والباطل أبلج نطالع مقالا للكاتب عضو لجنة التعليم العالي البرلمانية بعنوان من المسؤول والملام هنا يكشف المقال عن نسبة النجاح المتدنية في الامتحان التقويمي الوزاري للجامعات الحكومية والأهلية في قسم الهندسة المدنية يشير الكاتب إلى هزال في مستوى التعليم في الجامعات الأهلية مؤكدا على الضرورة اتخاذ خطوات علمية عملية مدروسة لتحسين جودة التعليم ورفع مستواه مع تسليط الضوء على مسؤولية وزارة التعليم العالي في هذا الشهد الحديث عن هزال مستوى التعليم في الجامعات الأهلية ليس جديدا في العرب خاصة وأن أغلب هذه الجامعات هي مجرد مشاريع تجارية لا تعنيها الرسالة العلمية للجامعات ولا يهمها مطلقا تمكين الطلبات وتهيئتهم لسوق العمل والملام الأول عن انتشار هذه الكليات والجامعات الجوفاء هو بالطبع وزارة التعليم العالي فهي الجهة القطاعية المعنية بهذا الميدان وبانتشاره لكنها للأسف لم تنهض بدور يذكر طيلة السنوات الماضية وصولا إلى الوزارة الحالية إن الارتقاء بواقع التعليم في الجامعات عوما وبضمنها الأهلية ورفع مستواه يأتي عبر خطوات علمية مدروسة من بينها ربما توحيد المناهج الدراسية في الكليات المتناظرة وعدم تركها لرغبات أساتذة المادة وتعميم تجارب التوأمة الحقيقية مع جامعات عالمية ومحلية على أن تكون وفق منهاج حقيقي لا صوري كما الحال الآن نبقى في فلك أخلاقيات التعليم في العراق ونستعرض مقالا للكاتب ماجد زيدان بعنوان الغش في الامتحانات المدرسية يتناول المقال مشكلة الغش في الامتحانات المدرسية وأثرها السلبية على العملية التربوية في العراق ويشير الكاتب إلى خطورة الغش عندما يتخطى الحالات الفردية ويصاحبها اعتداء كذلك على التربويين المكلفين بالمراقبة كما حدث في الامتحانات الوزارية الأخيرة يؤكد زيدان هنا على أهمية اتخاذ الوزارة التربية في العراق إجراءات صارمة لمكافحة الغش وحماية كرامة التربويين في نفس الوقت مطالبا بتشريعات قانونية قاسية لضبط العملية التربوية وفرض احترامها مسألة غش طلبة في الامتحانات المدرسية واحد من أكبر الكبائي في العملية التربوية ولسيما إذا جرت على نطاق كبير تتخطى الحالات الفردية وتتكرر والأخطر عندما يصاحب اعتداء على التربويين المكلفين بالمراقبة مثل ما حدث في الامتحانات الوزارية الجارية وقبلها في امتحانات نهاية العام في أكثر من مدينة وللأسف يفلت الجنات من العقاب لأكثر من سبب وتتخلى وزارة التربية الجهة العامة المسؤولة عن منتسبيها وعن حقها العام في ملاحقة المعتدي قانونا والنيلم وما يشجع على تكرار الفعلة الشنيعة وإذا كان بعض التربويين مغلوبا على أمرهم يتنازلون عن الدعاوى إذا الضغوطات التي تمارس عليهم من ذوي الجاه العشائري والسلطوي والاجتماعي فإن الوزارة غير ملزمة ولا مقبول منها أن تخضع إلى الجهات النافدة والضغوط مهما كان نوعها ولا بد لها أن تحفظ كرامة التربوي وتضبط إيقاع العملية التربوية وهيبتها وتفرض الاحترام فيها بمتابعة الحوادث إلى النهايات القانونية لها وبذلك تتمكن من وضع حد للمعتدين الذين يستسهلون ارتكاباتهم لأنهم يفلتون من تبعاتها وفي يوم قائد في العراق نتابع تقريرا من المدى بعنوان معظمهم من الرجال الحوادث المرورية تقتل قرابة أربعمائة عراقي في ألفين وأربعة وعشرين يكشف التقرير عن وفاة نحو أربعمائة شخص بسبب الحوادث المرورية خلال الأشهر الستة الماضية وضمهم من الرجال تسجل التقرير أن الحوادث المرورية هذه تشكل هاجسا كبيرا للمجتمع العراقي متقدما في عدد ضحاياها على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف يعزوا مراقبون أسباب الحوادث هذه إلى تهالك الطرق وعدم التزام السائقين بإجراءات السلامة مطالبين باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز الوعي المرورية عدد الحوادث المرورية ووفقا للأحصاءات العدلية سجلت 384 حالة وفاة من بينهم ما يقارب 61 جثة من النساء والواردة من الجهات التحقيقية والقضائية توزعت بين حوادث انقلاب عجلة وحوادث سير واصطدام والتقرير بيّن أن عصابات حوادث المرور بات خطورة كبيرة وتضاهي عمليات القتل الأخرى إذ إنها آفة تشكل هاجسا وقلقا لجميع أفراد المجتمع يشار إلى أن مشكلة الحوادث المرورية في العراق تعد من أبرز مسببات الخسائر البشرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية متقدمة في ضحاياها على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف بحدة أضعاف ويعزوا مراقبون ذلك إلى تهالك الطرق وقدمها وفقر علامات التحذير فضلا عن عدم التزام السائقين بإجراءات السلامة على الطرق الخارجية وارتفع عدد الحوادث المرورية في عام 2023 بنسبة بسيطة عن العام الذي سبقه إذ سجل العام الماضي أحد عشر ألفا وخمسمائة وخمسين حادثة بقارنة بأحد عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وعشرين حادثا في العام الذي سبقه بينما العالم يموج في الظلمات نستعرض مقالا للناقد والمخرج المصري الأمريكي جوزيف فهيم بعنوان البحث عن غزة في كاليفورنيا كيف اجتاحت فلسطين هوليوود والجامعات يتناول فهيم في مقاله هذا تضامن هوليوود المتزايد مع فلسطين وشيرا إلى مواقف قوية من شخصيات يهودية بارزة في صناعة السينما حيث يعرض المقال هذا ردود الفعل المتباينة تتجاه خطاب المخرج غلايزر الداعم لفلسطين ودور الشخصيات الفنية في تسليط الضوء على الوضع القائم في غزة ويرى الطلاب من خلفيات متنوعة أن فلسطين تمثل التقاء الكثير من القضايا التي حددت ملامح القرن العشرين التداخل بين القضايا وما بعد الاستعمار والعدالة الاجتماعية قد كانت هذه القضايا كلها تتسرب منذ فترة وجهزة وربما كذلك طويلة إلى السينما الأمريكية المستقلة لأول مرة جازفت بعض الأصوات في هوليوود ووقفت ضد التيار وأظهرت شجاعة أخلاقية لم تضاهيها السينما الأوروبية حتى الآن باستثناء فرنسا هذا التضامن مع فلسطين بل موس أيضا في أزاء المتفرقة من كاليفورنيا من القسم الفلسطيني البارز في مكتبة سكايلايت الشهيرة في لوس فلس وشعارات فلسطين حرة التي تزين المقاهي إلى المنشورات المؤيدة لفلسطين التي وزعها ناشطون في منتصف العمر في قاعات الموسيقى في لوس انجلوس ومع ذلك كانت المخيمات أكبر تجسيد لمشاعر التضامن المتزايدة مع فلسطين فلقد حضرت مخيمات مختلفة في جميع أنحاء كاليفورنيا ولم يكن معظم الطلاب الذين تحدثت إليهم مشاركين في القضية الفلسطينية قبل السابع من شهر تشرين الأول أكتوبر وأكثرهم لم يكن على دراية بالواقع القاسي في غزة لم يحدث في التاريخ الأمريكي أن احتلت قضية عربية مركز الثقافة الأمريكية كما احتلت فلسطين مركز الثقافة الأمريكية منذ السابع من شهر تشرين الأول أكتوبر رئيس شبع عن الطوق في محاولة لإنهاء القتل والإجرام الإيراني قال موقع سترانتفور أن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بازبشيان سيحاول تحسين العلاقات مع الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة ولكنه من غير المحتمل أن يؤثر بشكل كبير على استراتيجية إيران الإقليمية ومن المحتمل كذلك أن يواجه قيودا كبيرة داخل البلاد وفد الموقع أنه من المحتمل كذلك أن يحاول المحافظون المتشددون في إيران كبحاء جندة بازكشيان مما يهيئ لعلاقة مضطربة احتمالية بين بازكشيان ومعظم المؤسسات الإيرانية الأخرى التي يهيمن عليها المتشددون بما في ذلك الجيش والقضاء والبرلمان الإيراني يهيمن قوات الحرس الثوري الإيراني وتحديدا فيلق القدس المسؤول عن العمليات خارج الحدود الإقليمية على استراتيجية إيران الإقليمية ونتيجة لذلك ستستمر إيران في دعم الميليشيات الإقليمية بما في ذلك نقل الأسلحة المتطورة إلى حلفائها مثل حزب الله والحوثيين في الإيران حيث عطلت هذه الأخيرة طرق الملاحة العالمية عبر البحر الأحمر وشدد الموقع على أن دعم هذه الميليشيات أمر بالغ الأهمية لاستراتيجية الأمن القومي الإيراني غير المتماثلة وبالفعل في عقاب انهيار الاتفاق النووي مباشرة في سنة 2018 تصاعد نشاط إيران بالوكالة الذي يستادف إنتاج النفط في الخليج وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لمدة وجيزة وهي نقطة سعرية حساسة سياسيا بالنسبة إلى الرؤساء الأمريكيين ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من تأثير بزكشيان المحدود على دعم إيران الأقليمي للميليشيات إلا أن انتخابه سيوفر دفعة إضافية لتحسين العلاقات بين إيران وجيرانها الخليجيين بما في ذلك السعودية والمحرين أحداث هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم جديد بدأ موسم التمور المبكر في أسواق بغداد هذا العام وهو ما يعد خبرا سارا للمزارعين والعمال المحلي ويمتد موسم جاني التمور في العراق نحو أربعة أشهر حيث تتحول المنطقة إلى خلية نحل دؤوبة مع بدء ظهور الغطب ويبدأ الفلاحون بقطاف الأنواع المختلفة والمتنوعة من التمور مثل البرحي والديري والزهدي والخستاوي وغيرها في المقابل كشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية عضو مجلس ديالة رعد مغمس مغامس بالأحرى مغامس التميمي اليوم الثلاثة عن انتشار ما أسماه عن كبوت الغبار في أحدى عشرة مقاطعة زراعية بينما مبينا أن موسم التمور فيها المحافظة على موعد تام مع الهلاك وقال التميمي أن عن كبوت الغبار هذا منها الآفات القديمة التي تصيب أشجار النخيل وتشكل خطرا على محصول التمور لأنها تفرز مادة نسيجية تؤدي إلى توقف نموها وهلاكها فيما بعد وأضاف أن أحدى عشرة مقاطعة زراعية معروفة ببساتين النخيل رصدت فيها آفات عن كبوت التمور في الأشهر الأخيرة مؤكدا أنها مصدر قلق جدا للمزارعين ما يستدعي إجراء مكافحة لها فورا وعاجلا لتقليل آثارها على موسم التمور الذي يتوقع أن يبدأ إنتاجه خلال أشهر قليلة منها الآن ومن أفضل أنواع التمور المنتجة في العراق الخستاوي والخضراوي والعشرسي والجمالي والحلاوي والساير والمكتوم نشاهد الآن وإياكم تقريرا من مواقع الصحف التي اخترناها لكم تابعونا قمنا في مبادرة معتز وصلاح في تقديم خدمة العلاج الطبيعي والعلاج الوظيف لأن ذوي الإعاقة الحركية والمصابين الموجودين داخل الخيام النزر ومن هذا الباب من هذه المناشدات التي كنا نشوفها بين المصابين وبين الناس انطلقنا في خدمة وتسهيل المهام على ذوي الإعاقة الحركية والمصابين التي كانوا بواجهوا صعوبة في الوصول لخدمة العلاج الطبيعي أو العلاج الوظيفي أو خدمة هي من بشكل عام في قطاع غزة في هذه الأوقات الصعبة الحمد لله كان في قبول في المجتمع لهذه المبادرة تردد ومناشدة المصابين ذوي الاحتياجات الخاصة لهذه المبادرة الحمد لله تمكننا من تقديم المبادرة لعدد كبير من الأشخاص ونحتاج إلى توسيع المبادرة نحتاج إلى تمكين هذه المبادرة العداد تتزايد والخدمة نحاول أن نكمل هذه الخدمة بأكبر نطاب بانضمام بعض الأشخاص لهذه الخدمة ونسع جاهدين لتطوير هذه المبادرة وتلبية العديد من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة قاعدنا حوال أربع ساعة شهور وإحنا في صناعة خانيونس المكان ضيق كثير الخيمة كانت ضيقة كثير والمكان كان كثير في ناس لاجئين ما قدرناش نتخطي ولا خطوة أثرت عليه هذا ناديشة القصف كل ما يسمع قصف أو شيء طبعا بشد على حاله وعبد من الحالات اللي ممنوع الشدق له بطل يقدر عبود يقف بطل عبود يقدر يمشي بطل يقدر حاجته لحاله محتاج حاجات كثير عبود شكرا للمتابعة وإلى لقاها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر